اشتركوا في القناة والعميد أبرهالكفلي ورئيس مجلس الإقليم الأوسط ومسؤولين آخرين وخبراء زراعيين تفقدوا الأنشطة التنموية الجارية في مختلف مناطق الإقليم الأوسط وتفقد الوفدة أوضاع 26 ألف شتلة أشجار غرسها السكان ومختلف الجهات في ضاحية مبادره بمدرية السلجق هذا العام والمدرجات المشيدة أوضاع الزراعة والتشجير في قرمي وكذلك البرامج التنموية في دنبزاول كما زار مدرية بريخ وتفقد الأنشطة الزراعية في وك دبا والبنى التحتية التي أرسيت لتنمية مساحة 25 أكتارا من ري في عد سفدة حيث قدم له توضيحا من قبل خبراء زراع حول توزيع الأراضي الزراعية في هذه الأوينة لـ 360 مزارعا للإسراع بالأنشطة التنموية أسفل السدود وزهر اليزراء أيضا سد عدسنا في مدرية قالا نفحي الذي شيد هذا العام به تكلفة تجاوزت 7 ملايين نقفة وأشار الخبراء إلى أن أي مزارع هو المستفيد في النهاية من برامج التشجير بموجب الوسائل الزراعية التي أدخلتها إدارة الإقليم الأوسط أعرب المسؤولون عن ارتياحهم إلى الأنشطة التنموية الجارية داعين المزارعين لتعزيز دورهم للمحافظة عليها والعناية بها عقد وزير الطاقة والتعديل سيد أحمد حاج علي سمينارا للإرتريين المخيمين في مدينة بيرز الاسترالية بشأن الأوضاع الرائعين في البلاد والمنطقة وبرامج التنمية المنفزة والإنجازات المحققة وأوضح الوزير أحمد حاج علي أن برامج التنمية الواسعة الجارية بتنسيق الحكومة والشعب وقوات الدفاع تحقق تقدما ملحوظا مشهرا إلى أن التقدم السريع في مجال التعديم بالبلاد أصبح جازبا للمستثمرين وأشهد ساعدته بالمشاركة الفاعلة للإرتريين في المهجر لإنجاح برامج التنمية والتصدي للعدائيات داعيا إلى تقوية مشاركتهم وذكر بأن الحكومة الإرترية قامت بجهود حفيفة لإحلال السلام والاستقرار والدفع بالتعاون الثنائي في منطقتنا وخاصة في القرن الإفريقي موضحا بأن موقف الحكومة الإرترية يجد القبول من قوى كثيرة وأوضح المشاركون في السمينار عن تقديرهم وعجابهم بجهود الحكومة والشعب وقوات الدفاع وليس لديهم أدنى شك في المستقبل المشرق لبلادهم وأكدين استعدادهم الدائم للإفاء بكل ما يطلب منهم قدم سكان معسكر ألغين جوائز تشجيعية لأبنائهم الذين أدوا الخدمة الوطنية في الدفع الثالث والعشرين وأحرزوا نقاط عالية في امتحانات الشهادة الوطنية وقال رئيس لجنة سكان معسكر ألغين السيد سفهة بياني في مراسم حفلة تقديم الجوائز في الخامس من سبتمبر الجاري بأن سكان المعسكر قدموا التجهيزات التعليمية اللازمة لمساعدة أبنائهم في التفوق التعليمي تدعيما للأرضية التعليمية التي مهدتها الحكومة موضحا بأن نجاح 86% من أبناء المعسكر يمنح دافعا للحفاظ على الأنشطة التي أدخلها المعسكر والدفع بها ونصح الطلاب لبزل الجهد لمزيد من النجاح والتفوق وذكر سكرتير لجنة معسكر ألغين السيد جبر ميكائيل تسفه منه يتوجه ببدأ الاهتمام لرسائل الأرضية للمستقبل المشرق لأبنائنا داعيا للدفع بالتربية الوطنية وتنشئة الأباء لأبنائهم بطريقة جيدة وشار الطالبان بيت إرترا تولد مدهن وروبيل سامريا الذين أحرزا النقاط الكاملة إنهما تمكنا من التفوق بفضل وضع هدف أمامهما عبر دعم سكان المعسكر وشكرار رعاية التي وجدها من أبائهم عمة وسكان المعسكر بصفة خاصة أعربت السيدة القانيش التي أحرزت ابنتها النقاط الكاملة عن سعادتها البالغة لتفوق ابنتها في التعليم مستفيدة من الفرص التي أتيحت لها مشيدة بجهود سكان المعسكر وشرح الحاصلون على الجوائز من جانبهم تجربتهم في ساوى ويمتلك معسكر ألغين مركز تأهيل وإنترنت يضم 50 جهاز كمبيوتر ومكتب للكبار والصغار انطلاقا من الحملة التعليمية التي بدأها سكان المعسكر عام 2005 تحت شعار فلنعلم أبنائنا بأبنائنا أوضح سكان حبلة وقرناخدو وديدا في مدرية لقو عن سبع بأن مركز قرناخدو الصحي يقدم لهم خدمات مشهودة نتيجة التحسينات التي ودخلت فيه مشيرين إلى انخفاض الأمراض بفضل الخدمات التي يقدمها المركز الصحي وذكر سيد باريان كييل زرأي والسيدة مآزة اسفان كييل المستفيدين من المركز الصحي أن المركز يقدم الخدمات اللازمة لقيام الحوامل بالمتابعة الصحية والحصول على الإسعافات اللازمة وتطعيم الأطفال والأمهات وتطبيب الأمراض معربين عن ارتياعهما بالخدمات التي يقدمها المركز الصحي حاليا وأضح سيد جبرو محسنتو بن سكان قرناخدو إن الخدمات التي يحصلون عليها من المركز الصحي منحتهم انطفقها للقيام بأنشطتهم الاجتماعية والعمال الأخرى وقدم شكره للعملين في المركز الصحي وقال مسؤول مركز جبرناخدو الصحي سيد ألكزاندر تاخستين المركز الصحي يقدم حاليا خدماته لسكان ضاحيات حبلة وقرناخدو ديدا مؤكدا بأن خدمات الكهرباء من الطاقة الشمسية لـ 24 ساعة التي أدخلت العام الماضي للمركز الصحي رفعت من كفاءة الخدمات التي يقدمها هذا المركز زكرت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإرترية في مدرية أفعبت السيدة السعدية محمد آدم بأن جهود رفع مشاركة المرأة في كل المجالات مكنت المرأة من الاستفادة من خدمات المؤسسات الاجتماعية وجعلها منافسة بحصولها على الأرضية المناسبة واضحت بأن ألاف الشباب يتخرجون بمختلف المجالات سنويا لفتح الحكومة الكليات والمراكز المهنية في مختلف أنحاء البلاد باتخاذها تنمية الخدرات البشرية جزءا من بناء الوطن وإن استفادت عدد كبير من الإناثة من هذه الفرص مثار للاعتزاز وأشارت إلى أن التعبية الواسعة التي تمت لإزالة العادات المتخلفة المعيقة لتقدم المرأة تساهم بدور كبير في تعزيز وعي المجتمع وأضحت الأستاذ مريم عافا أن العادات المتخلفة تعيق تطور المرأة دعية للدفع بالتوعية الجارية في أوساط المجتمع لأن الحل يكمن في التعليم فازت إيرتريا بالمركز الأول في السباق الدولي السادس والعشرين للعدو في المرتفعات التي نصم في الخامس من سبتمبر في سلوفاكيا بمشاركة أكثر من 120 عداء من أربعين دولة وجاء العداء الإيرتريون في سباق الكبار لـ 12 كم في المراكز الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة والثانية عشر لتحقق إيرتريا الانتصار متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفاز العداء الإيرتري وصيف عند ميكايل بالميدالية الذهبية محرزان المركز الأول في سباق الشباب لمسافة 8.5 كم رياضيا أيضا يشارك الدراج الإيرتري دانييل تخلهيمانوت في سباق طواف أفنير بفرنسا وجاء في السباق الذي جرى يوم الخميس ضد عقارب الساعة في المرتبة الثانية والثلاثين بقطعه المسافة في 9 دقائق و37 سانية وفاز الدراج الأمريكي تايلر فيني والدراج البريطاني أليكس دوست والدراج الأسترالي مايكل ماتويس بالمراكز الأولى الثلاثة في السباق الذي يشارك فيه مئات الدراجين من عشرين دولة ويشارك الدراج الإيرتري دانييل تخلهيمانوت للمرة الثانية في سباق طواف أفنير الذي بدأ عام 1961 وينظم سنويا يسكر بأن الدراج الإيرتري دانييل تخلهيمانوت كان قد احتل المركز السادس في سباق عام 2009 بالنقاط التي جمعها في سبع مراحل تجدر الإشارة إلى أن الدراج الإيرتري دانييل تخلهيمانوت قد وقع اتفاقا للانضمام لفريق شيرفيلو السويسري بعد أن ظل في مركز تدريب الاتحاد الدولي لسباق الدراجات بسويسرا المحترف بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها في مسابقات الشباب وقد وصفت مجلة سايكل سبورت الصادر يوم الأربعاء الأول من سبتمبر لعدد شهر أكتوبر متسابق الدراجات الإيرتري دانييل تخلهيمانوت بأول إفريقي أسمر يرتقي لمستوى الاحتراف نتوقف سادتي مع فاصل قصير ونعود لمواصلة الأخبار ترجمة نانسي قنقر التعليم غرائد التغيير هذا هو عنوان التعليق السياسي لهذه الفترة يعود المعلمون بعد قضاء الإجازة الصيفية إلى مائدة التعليم والتعلم في بداية العام الدراسي 2010-2011 وحول سؤال القائل عن الغاية النهائية التي يحيا من أجلها الإنسان وعلى الرغم من تعدد الإجابات والتحاليل حول هذه المسألة فإن كل هذه التحليلات تجمع على رأي واحد فإنه لا توجد غاية نهائية لحياة البشر فالبحث ومحاولة التطوير تستمر إلى ما لا نهاية هذا ويظل النهل من موارد المعرفة غاية أساسية وهي رأس مال يتم تصنيفه في المرتبة الأولى قياسا إلى الموارد الأخرى وتعد المعرفة والتفكير رائدة تلك الأهداف وأن العلماء والمفكرين هم من أوصلوا عالمنا إلى الدرجة العلمية التي وصل إليها في المعرفة والسياسة والفلسفة والأفكار الأخرى إن ما يبين تفاوت شعب عن شعب وبلد عن بلد ليس هو الحظ بل هو درجة قوة تطوره واكتسابه للمعرفة وبالذات في هذا الزمن المتسارع التقدم إن المعرفة هي أكثر أهمية من الثروات الطبيعية وهي أساس التطور والنماء والقوة وكون عالمنا هو عالم الأقوياء فإن أي شعب لا يقدر المعرفة التقدير العالي ولا يهتم بها فسيتجه إلى الهاوية السحيقة حتما والأمر جيد أن الناس قد اكتسبوا في وقت قصير المعرفة والكفاءة بغض النظر عن عرقهم وجنسهم وطبقتهم الاجتماعية وإذا أضيف إلى ذلك الجهد والاهتمام فسنلحق بركب المعرفة ويمكن لنا الاستفادة من قدراتنا الكامنة وأن المعجزة التي قام بها الإنسان منذ بدء الخليقة وحتى الآن وتوارث ذلك منذ طفولة البشرية وحتى شبابها هو الذي أوصلها إلى هذا التطور والتراكم المعرفي وفي وقت قصير وما يشكل منطلقا لكل ذلك هو عملية التعليم والتعلم إن المعرفة التي تتقدم في أهميتها الثروات الطبيعية تلعب الدور المحوري في مسيرة التطور وهي الثروة البشرية ورأس مال المجتمع وبالذات النشء والشباب في طور النمو الذين يشكلون الرأس مال الحقيقي لأي مجتمع كان ومن هذا المنظور يعتبر كساب الناشئة والشباب المعرفة والكفاءة المهنية هو من أولى أولويات أي شعب أو بلد أو حكومة إن المعرفة والكفاءة ليستاك كافيتين لوحدهما بل يجب أي أصحابهما حب الشعب والوطن والانضباط والرغبة في التطور وروح عشق العمل والإبداع وحب الحق والعدالة والقيم النبيلة لذا يجب الحفاظ والتوريث لهذه القيم جنبا إلى جنب العملية التعليمية وإحدى أركانها الهمة إن من أهم الثروات هو الإنسان الكفء المنتج وهو الغاية النهائية لأي مجتمع والمدرسة هي الحاضنة لتخريج هذا الإنسان وبالمواصفات المذكورة لخدمة الوطن والحكومة وأن المدرسة التي تحمل هذه الرسالة العميقة هي رائدة التغيير والتطور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر